في أعالي تكوت بجنوب باتنا تقف هذه الدحفة المعمارية شامخة شاهدة على تجدر الدين في المنطقة منذ القديم مسجد سيد عبد السلام مسجد سيد عبد السلام بن المشيش قديم جدا يعود بنائه إلى حوالي خمسة قرون أخيرا أعيد الاعتبار للمسجد بعملية ترميم الهدف منها محافظة على هذا المكسب التاريخي لأنه معلم قديم وكذلك من أجل البعث فيه الحياة من جديد كثير من حافظة القرآن تتلمذ هنا وأملهم أن يبعث النشاط مجددا في المدرسة القرآنية نحن في ثلاثة تعلمنا هنا في هذا المسجد هذا عند الأستاذ عند الشيخ سي محمد بن مشيش واليوم من المدرسة القرآنية نشوف فيها رهيمة ما كانش الأولاد اللي يعني ليقرؤوا الكذا ماذا بنا يعني لا يديروها بش يقرؤوا فيها الأولاد للمسجد أهمية تاريخية فضلا عن كونه تحفة معمارية جميلة ما شجع على طلب تصنيفه عملنا ملف لهذا المسجد بجميع وثائقه وطلبنا من وزار الثقافة من أجل تصنيفه للحماية أمل القائمين على المسجد يلبى طلب التصنيف في القريب حفاظا على هذه الأيقونة